يلقبونه بذاكرة البرلمان المغربي وهنا قد أزيد من 36 سنة كعون خدمة أو ما يصطلح عليه بالعمية المغربية شاوش عبد الحيب النيس موظف متقاعد تحول إلى واحد من أشهر الكتاب المغاربة وتمكن من حفظ ذاكرة البرلمان المغربي من خلال إصداراته الغزيرة كان واحد مجموعة نواب يقول لك أنت أخذ سقر باش نقرأ ما عنديش واحد لباز يعني باش ندير باكالوريا ولا البروذية ولا هذا ما عندي والو ما كان والو أرسامية الأرشيف الأرشيف وبديت كانو التق عملت كثير من المئات عملتو تقيقي يتصفح هنا هذه المؤلفات وقد تجاوز عددها الستة والعشرين تحكي كلها عن تفاصيل الحياة السياسية والإنسانية والأحداث التي جرت بالبرلمان المغربي منذ تأسيسه سنة 1963 مني كتكون الجلسة عامة وكيكون نقاش حاد ما بالمعارضة والحكومة أو الأغلبية وكيكونوا كيتذكروا على شي نقطة معينة كان نجري ومشي للخزانة ونقلب على هذا النص ونجي ونعطيه الموظف والذي يدخل للقاعة الجلسة ونقول له ديه اللي وافى الله يرحمه ولد السعب الكريم غلاب الله يرحمه تكيت فأجؤوا كيشوفوه كيقول له ربا النيس اللي عطاء لك تيه الزويد يقول له تحية النصر كتجيني قداش وانا شاوش عاش بسيطاً ولم يتمكن حتى من استكمال تعريمه الابتدائي واشتغل طيلة مصاره المهني عون خدمة مكلف بنقل وتوزيع الوسائق لكنه تحول بعد تقاعده إلى ذاكرة حية للبرلمان المغربي من خلال مؤلفاته الغزيرة لعل أشهرها كتاب مذكرة تشاوش بالبرلمان هذه مذكرة تشاوش بالبرلمان هو رقم 13 في 26 اللي صدرته في سنة 2013 اللي تنحكي على حياتي جزء من حياتي يمكن نقوله 75% من حياتي لا قبل الوظيف داخل البرلمان ولا أثناء البرلمان ولا شنجراء في البرلمان وبالرغم من مستواه الدراسي البسيط إلا أنه تمكن من تأسيس مركز لحفظ ذاكرة البرلمان المغربي مبادرات ومشهودات استحق معها لقب ذاكرة البرلمان هو شخصية عصامية إذن أعاد إلى الأذهان علماء ومفكرين وكتاب أبدعوا في مجال تخصصهم ونقشوا على حروف أسمائهم بماء الذهب في سجل العظام رغم مستوياتهم الدراسية المتوضع كريم القرقوري قناة الرهد الرباط